مرحبا معكم كارميشا مرحبا معكم كارميشا ماس اليوم بدنا نحكي عن الاربعة ستة عشرين ايار معيوم اليوم في خصوف للأمر في برش القوس وذلك بتمام الساعة 11 و3 ظهرا أو تقريبا صبح بتوقيت العالمي يعني ساعة 2 و3 الظهر توقيت بيروت كيف بدي يكون هذا هذا النهار التأثيرات مفروض تكون حلوة هذا خصوف للأمر مفروض تكون تأثيرات حلوة للأبراج النارية القوس أكيد طبعا وأيضا مواليد برش الحمل ومواليد برش الأسد كيف بدي يكون نهارنا البداية مع برش الحمل يوم رائع جدا يوم كتير مهم يوم بيصلي الضوء على نوع من اختبارات جديدة رغبة بالسفر رغبة بالتجرؤ على مصارحة النفس بالدرجة الأولى على اختيار خيارات مختلفة فيه جرأة فيه جرأة حتى بالنظر للأمور وكأنكم عم تشوفوا الأمور من جديد وكأنكم أول مرة بتشوفوا هالقصص وبالتالي هناك جرأة في مواجهتها التعاطي معها والتعامل معها كلكن محصوصين اليوم بالنسبة لبرشة الثور اليوم هالفولمون بيساعدكم لحتى تتخطوا العقبة اللي صارت الثانين والثالتة هيدا الفولمون بيساعدكم لحتى انتوا توعوا على ضرورة فتح مجال أو قناة تواصل بينكم وبين شخص ما بينكم وبين يمكن جهة ما خذالتكم أو تعابتكم أو دايما عم تتواصلوا ما عم تشتغلوا معها ولكن بتحسوا انه في بعض العراقيل اليوم انهار مناسب لفتح هالقناة للتواصل وأيضا لتخفيف الضغوط كونوا حذرين 2-3 ايار مايو الاكثر حظة 17-18 ايار مايو مواليد برشة الثورة هذا الفولمون وخصوف للقمر موجود في البيت السابع ضروري جدا تنظروا من كل قلبكن لعمق العلاقة يلي بهمكن أمرا يلي مبين قدامكن وكأنه أو عم تفكروا فيها أو مهوتسين فيها فيها واجز تجاهها يمكن علاقتكن مع حبيبكن يمكن مع حبيبتكن مع شريكم بالحياة مع ولادكن مع الأسادسة بشغلكن فبتكن كونوا منتبهين لأنه خصوف للأمر ضروري تكونوا ويعيين وتكونوا حكماء بطريقة تفكيركن وقال معقولة تتأثروا وتحسوا حالكم زعلانين أو منكن هالقدي راضين عن الأمور البعض منكن يمكن يرتبط أو يفك ارتباط هذا يوم مهم جدا تقدروا تكونوا محظوظين إذا كنتوا من مواليد 3-4 هزائران يونيو أو إذا كنتوا من مواليد 11-12-13 هزائران يونيو منت إلا برش السرطان مواليد برش السرطان طبعا الأمر هو كوكبكن الحاكم ruling planet هيدا معنيتا أنه كل أطوار الأمر بالنسبة لألكم مهمة مواليد برش السرطان الجو اليوم بالنسبة لألكم بيساعدكن لحتى تفكروا بحالكن تفكروا بحالكن شو بدكن شو عليكن شو قدراتكن يمكن يتعبكن هذا القمر وخصوف القمر بتعبكن وبيقلكم أنه شغلكم كتير انهاركن طويل متعب مقلق هناك انزعاجات شوي عند مواليد برش السرطان بسبب هالخصوف هو مش بس فول مونت لعملنا خصوف فبتحسوا أنه فيه نقنق فيه كومبلاينت عم بتنقوا عم بتتشكوا من شي أحسن شي بتعملوه اليوم إنكن تطنشوا على الأمور الخطأ اللي بتشوفوه قدامكن حتى ما تزعجوا حالكن حاولوا تستفيدوا بهذا النهار تركزوا على طاقتكن النفسية الداخلية على نوعية غذائكن متقلوا بمعنى خليكن خفيف نضاف اليوم وكونوا حذرين ما تجيسفوا خاصة مولود 12-13 تموز يولو كمل مع برش الأسد من الأيام الحلوة اليوم مع الموالي برش الأسد نهار نابد بالحياة نابد بالحركة نابد بالتحركات بالتقدم به المعنويات أجواء جيدة جدا مترافقكن وبعتبر هذا اليوم يوم ناجح جدا عم بحكيه فلاكيا حوالي فلاكية بيبقى كل شخص هو حر شو بده يعمل بده يجاسف بده يستفيد بده يغير بده يشيله حط أو يبقى مثل ما هو القرار لألكون لكن نوعية الوقت جميلة جدا واليوم هو من الأيام الحلوة فقط لازم تنتبهوا على الطريقة اللي بتستخدموا فيها المعطيات اللي معكنيها حاولوا ما تستخدموها ضد أشخاص كونوا حذرين وكونوا أيضا منطقيين بالنسبة لبرش العذراء اليوم هو يوم متعب لأنه الضغوط موجودة لأنه فيه عندكم شعور ببعض الحنين يمكن الحنين للوحدة أو يمكن الحنين للأعادة بالبيت أو الحنين للأهل ما غريب أن يكون فيه تواصل مع الأهل يكون فيه زيارات مع الأهل يكون فيه عودة للطبيعة للضايعة بهاليومين وكأنه هيدا الفلمون تتطلعوا على الفلمون تقولوا شو حلو هيدا الفلمون بتحسوا أنه رومانسي هو حنين شوي للماضي حنين للعواطف للمشاعر الأديمة الموجودة عندكم وإذا كنتوا كتير كتير حساسين وإنتوا أصلا كتير حساسين احتمال أنه تشعروا بنوستالجيا بحنين إلى حب قديم إلى شيء بتحسوا أنه يمكن ذكريات أديمة فحاولوا أنه ما تتغرقوا حالكم فيها بالنسبة لبرش الميزين تأثيرات الفلمون رائعة جدا محمسة جدا منشطة جدا مدعمة جدا للعواطف للمشاعر للطاقات الفكرية للطاقات الجسدية من أسرع الأبراج وأكثرها حظا من أكثر الأبراج اهتماما بالأمور من حولهم الأصحاب الأهل الولاد الشريك بالحياة الجيران بالشغل اليوم نشطين جدا وأبعتبركم من أكثر الأبراج نشاطا وحظا تصوروا قديش مهم هذا اليوم كلكم المحظوثين بشكل خاص 6-7 أكتوبر وبد يزيد عليهم اليوم 13-14-15 أكتوبر كمل مع برشاة العقرب موالي برشاة العقرب مع وجود هيدا الخصوف خصوف القمر في بيت المال بدي أطلب منكم تنتبهوا لحتى ما يصير فيه عندكم اختلال في البجت يعني حساباتكم بيكون تنتبهولا لحتى ما يصير فيه اليوم صرف أموال زيادة أو يمكن تعطوا وعد لحدا وبعدين تندم وتقولوا يا ريت ما قلنا لهم أنه بدنا نشتري أو بدنا هالشي أو ما تتوعدوا حدا اليوم إلا إذا كنتوا كتير مهتمين لهذا الموضوع فمواليد برشاة العقرب تابعوا أموركن بيدقة وحاولوا ما تكونوا عشوائيين بالعكس حاولوا أنكم تمشوا بطريقة صحيحة عملوا حساباتكم ما تستحوا مثلا بتدفعوا بمطرح رجعوا شوفوا الفاتورة دقوا فيها ما بيصلكون شي ما عليش دقوا فيها خاصة مواليد 4-5-60 نوفمبر كمل مع برش القاوس لأنه الأمر فلمون ببرشكم مرة واحدة بتصير بالسنة ومش دايما بتصير أنه خصوف للقمر فكلوا من تبهين اليوم مشاعركم كتير مهمة كلامكم معقول يكون قارس شوي جارح شوي متسرعين شوي يمكن الناس بتكون متسرعة تجاهكم هذا شي بيزعجكم وبيعموا ردد فعلي عنكم ويمكن تقولوا شغلة تندم عليها ضغري إذا ندمتوا ضغري اعتزروا لأنه الاعتزار بعدين بيصير صعب وبتحسوا أنه الواحد عم بيتنازل شوي عن كبريائه بينما إذا اعتزرتوا ضغري 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 بتنحل وبيمشي الحال وما حدا بيعود ينزعل منكم بصير الصلحة كتير سهلة فانتبهوا اليوم طبعا هذا ضوء أخضر لحتى تنتقلوا إلى مرحلة جديدة قرار جديد يمكن بدرسكن بتخلصوا تشابتر تنتقلوا إلى تشابتر جديد في تقدم نوعي عندكن اليوم بالنسبة لبرش الشدي اليوم النهار بطيء لبرش الشدي نوعية الوقت الأحوال الفلكية بتقول انتبهوا اليوم طلعوا يمكن قبل بوقت أو سوق ما هلكون شوي أكتر ما تتوقعوا الكثير حاولوا تضبطوا أموركن في احتمال أن الأمور تتخربط قليلا لكن في احتمال أنه ترجع تضبط فالأجواء اليوم عندما وليد برش الشدي بعتبر بطيئة منا كتير مسهلة لكن نوعية الوقت بتقول إذا عدتوا بيهدوء وبرواء من دون عجقة من دون ما تعجقوا حالكن بمشي نهاركن بسلام بننتقل لبرشد دلو مواليد برشد دلو اليوم نهار في عجقة وعجقتوا كتير حلوة وعجقتوا إيجابية وعجقتوا بتوضح الأمور وبتعطيكن حقكن وحبة تمسك عندكم طاقات كتير حلوة لكن فيه احتمال أنه صداقاتكن أو معارفكن اليوم يكونوا داخلين بحياتكن واضحين بنهاركن سواء من خلال اتصالات أو من خلال زيارات أو من خلال تعاطي مباشر نهار جيد لكن لأنه خصوف هون لازم تنتبهوا لحتى ما يصير فيه زعل بينكم وبينتهم خاصة تحديدا عند 2-3 و4 عشباط فبراير بين تلك لبرش الحود اليوم موالي برش الحود بدون ينتبهوا لأنه تأثير هالخصوف عليكن بيتعبكن بيتعبكن بيطلب منكن شغل إضافي بيطلب منكن أنكم تتابع وبيطلب منكن حتى تشتغلوا مع ناس تانين مع أنه ما شغلتكن هايدي بيحملوكن أكثر من المعتاد أكثر من طاقتكن هيدا شي بيزعلكم بتاخدوه على محمال جدي وشخصي وبتفضلوا أو بيخضر ع بالكن أنه تعاقبوا أو تقاصصوا حدا بيطلب منكن طاولوا بالكن ما تشوهوا سمعتكن لأنه اليوم نهار بيشوه السمعة إذا استعجلتوا أو إذا تهورتوا وتسرعتوا فكونوا حذرين هناك حظ كتير حلو عند 20-21 شباط فبراير فما تنسعوا بيختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم هيدا سنة يمكن كون سنة من سنين المهمة جدا لأنه في خصوف للأمر في بيت العلاقات الشغل بدكن تنتبهولو علاقتكن الزوجية علاقتكن العاطفية إذا مخطوبين خاطبين أو حتى بشغلكون أي كونترا أي عقد عنكن بدكن تنتبهولو حتى إذا عنكن عقد واحد قانوني يمكن عقد منزل أجار أو بيع بدكن تنتبهولو بعض منكن يمكن يرتبط يمكن يتزوج كله هيدا بسبب تأثيرات خصوف الأمر بسبب الأمر برش القاوس لكن لأنه في خصوف بدكن تنتبهوا للمشاكل أو لأي شيء معقول يصير خلال هذه السنة هزيران يونيو أكتوبر شباط فبراير من أهم الأشهر بدكن أتمنى لكم يوم سعيد وإلى اللقاء باي باي